اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحظرتك الكريم ومشاهديكم الأعزاء نعم يعني التحالف الثلاثي أنا أتصور أنه هو الذي الآن يسعى إلى عدم الوصول إلى حوار حقيقي من خلال تمسكه بكثير من القضايا التي تجعل الأمور في طريق لربما يتقاطع فيه تتقاطع فيه الأطراف السياسية اليوم كما هو معروف وفق العرف السياسي المتفق عليه منذ 2005 إلى الآن وهو أنه الرئاسات تحولت إلى مكونات رئاسة الجمهورية إلى الأخوة الكرد والبرلمان للسنة والرئاسة الوزراء للشيعة إصرار الحلف الثلاثي على أن يشكل الكتلة الأكبر وأن يدخل يعني باختيار رئيس وزراءه ومن استحقاق المكون الشيعي بالتأكيد هذا سيجعل الأمور فيها شيء من الصعوبة خاصة وأنه هناك طرف يعني وهو الجهة المتمثلة بالإطار التنسيقي الذي يمثل العدد الأكثر حقيقة للشيعة فبالتالي يجب على الأخوة الكرد أن يتفق فيما بينهم على اختيار رئيس جمهورية وهذا ما لا تتدخل به الأطراف الأخرى سواء كان الشيعية أو سنية كما لم يتدخل الطرف الشيعي أيضا باختيار رئيس البرلمان السني في على الأقل تقديمه لكن للتصويت نعم قد نخضع إلى عملية فيها الجانب الديمقراطي الذي لا بد أن يكون لكن الاختيار لا بد أن يكون كرديا لرئاسة الجمهورية وشيعيا لرئاسة الوزراء وبالتالي على الأخوة الكرد حتى من باب يحفظ الأصوات التي ستأهل لهذا المجال أستاذ وائل إذا كنت تسمعني وبقي على يعني هناك حديث بأن التحالف الثلاثي سيعلن تحالف موحد يمتلك القدرة على تحقيق نصاب الثلاثين خلال الجلسة يعني بعد دخول العديد من المستقلين يعني أعتقد هذا من المستحيل أن يتحقق يعني لا يمكن أن يتحقق وفق الأرقام والمعطيات لا يمكن أن يحقق الحلف الثلاثي إلى عدد يصل إلى ميتين وعشرين استحالة يعني كل ما بإمكانهم أن يجمعوه الآن وفق الأعداد الموجودة حاليا نعم يعني كأعداد للسيادة والديمقراطي والتيار الصدري وحسب العدد التي حصلوا عليها وهي واضحة إلى العيان وليس عليها غبار لم يصل حتى إلى مية وثمانين فبالتالي أربعين إضافية كبيرة يعني رقم كبير نحن نتحدث عن توافقات سياسية معنية في الجانب العرفي العرف السياسي وبالتالي العرف السياسي لا يمكن أن أحدهما يقفز عليه لأنه بالإمكان أن يتم شعي الإطار التنسيقي إلى عرقلة هذا الموضوع وأيضا بأسس ديمقراطية أو بطريق ديمقراطية يعني العرقلة ذلك صعوبة جدا أستاذ وائل يعني الإطار اليوم متهم بمحاولة تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية يعني كيف ترون ذلك؟ هذا اتهام يعني موجود يعني لا لا هذا اتهام غير حقيقي أبدا نحن نقول في الإطار أن رئاسة الجمهورية هي من مسؤولية التوافق الكردي الكردي وحسب معلوماتنا الدقيقة وحسب ما هو ماضي من 2005 من أول انتخابات وإلى الآن ونجد أن الاتفاق الكردي الكردي الذي أفضى إلى عندما تكون رئاسة الإقليم إلى الحزب الديمقراطي فرئاسة الجمهورية تكون إلى الاتحاد الوطني وهذا هو العرف المتفق عليه ما بين الأخوة الكرد لكن مقاعد الديمقراطي لذلك نجد ما مجلعات مقاعد الديمقراطي أكثر من الاتحاد الوطني أنا لست هنا بصدد الدفاع عن جهدنا الأخرى لكن هذا واقع يعني حسب المحفيات طيب ممكن أحد يعطيني في دورة من الدورات الانتخابية أنه لم يكن فيها الحزب الديمقراطي عدد مقاعد أكثر من الاتحاد الوطني لماذا هذا الإشراع في هذه المرة بإحداث؟ ممكن هذه المرة يطالبون بالاستحقاق يعني الانتخابي لربما وهذا حق يعني مشروع لست بصدد الدفاع طيب ما هو أؤكد هذا مرة أخرى أنا أيضا لست في محل الدفاع عن الاتحاد أو في محل نيلي من الديمقراطي لا أنا أتحدث بواقعية أقول من انتخابات 2005 وإلى الآن والمقاعد التي تحصل عليها الديمقراطي في الانتخابات بالنتائج هي أكثر من الاتحاد الوطني لماذا لم يطالب سابقا بهذا الاستحقاق؟ إذن هو يعتقد أن هناك عرفا متفق عليه سياسيا ما بين الأطراف الكردية وبالتالي لا يستطيع أن يتدخل لكن الآن في هذه النتائج الانتخابات الأخيرة ثمت أمر ما وهي الغرابة تكمن في هذا الأمر الذي جعل من الأطراف الثلاثة الفائزة انتخابيا ومن جميع المكونات تتفق على شيء وكأنه يراد منه تغيير العملية السياسية وتغيير هذا العرف المتعارف عليه صحيح خطأ؟ أنا لا أتحدث بهذا المضمون نعم نحن نحتاج إلى تغيير لعملية سياسية لكن يجب أن تكون بالاتفاق لا بالإقصاء يجب أن تكون بالحوار وتعديل المواد الدستورية لا بالقفز نتيجة الثقل الذي حصل عليه في هذه الانتخابات هذا الطرف لربما التجارب السابقة كانت واضحة بالنسبة لإدارة الدولة والبلد خلال الفترة الماضية من خلال التوافقات الحاصلة والتي لم يجن منها المواطن العراقي سوى الويلات خلال هذه الفترة لربما هي مرحلة جديدة للتغيير في حال الاتفاق مع التيار الصدري على توحيد المواقف وتشكيل الكتلة الأكبر سيصوت الإطار لصالح مرشح البارتي لرئاسة الجمهورية الإطار أولا عليه على كل الأطراف أن تعرف جيدا أنه لن يصوت ما لم يتم الاتفاق على الكتلة الشيعية النيابية الأكثر عددا داخل البرلمان وبالتالي هذه هي الكتلة التي ينبثق منها مسمى وشخص رئيس الوزراء أي أن كان النقطة الأخرى لا يمكن قبل هذا الحوار وقبل التوصل إلى هذا الاتفاق لا يمكن أن يدخل الإطار إلى البرلمان لكي يحصل النصاب الكافي ويمرر رئيس الجمهورية يعني بهذه الحالة ستقاطعون جلسة اختيار رئيس الجمهورية أنتم كإطار إذا لم يتم الاتفاق إذا لم يتم الاتفاق مسبقا نعم قد تكون هناك مقاطعة من الإطار في الجلسة القادمة المحددة لرئيس الجمهورية لأنه على الأقل حتى يثبت الإطار أمرين يعني الأمر الأول إذا كان بإمكان كل الأطراف الأخرى تستطيع أن تقول أنني أصل إلى أكثر من 220 مقعد وأستطيع أن أحضر في الجلسة وأمرر هذا الموضوع فليمر بعملية ديمقراطية نحن لا نستطيع أن نقف أمام إرادة النواب الذين يمثلون هذه الأغلبية والنقطة الأخرى أننا متمسكون بموقفنا الذي يجعلنا مصرين عليه وهو عدم الإقصاء لهذا العرف الذي جعل من الشيعة أن يختاروا رئيس الوزراء فلا نقبل أن يكون طرف كردي أو شني يأتي ويتدخل في هذا الموضوع بينما الأطراف الأخرى هي حققت هذا العرف من خلال ترشيح كردي أو شني فبالتالي هذا أمر فيه شيء من التلاعب على العملية السياسية نعم عضو أتلاف دولة القانون والركاب كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكرا جزيلا لانضمامك إلينا